مشاهدين الكرام أهلا وصلا بحضرتكم مرة تانية عندما يتتجه الساعة أو تصل الساعة إلى الساعة السابعة من مساء اليوم وتحديدا في ستاد بيتروسبورت ستتجه أنظار عشاق السحر المستديرة في مصر وفي الوطن العربي وربما في الدول الأوروبية سوف ستاد بيتروسبورت للموقع النارية بين الأهل والزمالك في نهاية كأس مصر تلك الموقع وهي خارج التوقعات نظرا للتصريحات التي سبقت تلك الموقع خاصة من رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور والتراشق بالألفاظ بينه وبين عدد كبير من الألترس خاصة الألترس الأهلي الذي قام بتوجيه عدد من الشتائم لعدد من رموز نادي الزمالك في ستاد مختارة تيتش وقام الكابتن علي عبدالصادق مدير القرى بإلغاء هذا التمرير الموقع خارج التوقعات كما ذكرت لحضراتكم يعني النادي الأهلي يؤكد أو يريد أن يرسخ للكابتن فتحي مبروك أنه يعني جدير بتجديد الثقة فيه وتجديد العقد لموسم آخر كما الزمالك يمني النفس بأنه يفوز للمرة الثالثة على التوالي بكأس مصر ويريد الاحتفاظ بهذا الكأس ترى لمن تكون القمة اليوم ترى لمن يتذهب كأس مصر اليوم هل للقلعة البيضاء أم للقلعة الحمراء هذا ما سنتعرف عليه اليوم في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة عندما تبق المباراة بصفرة الحكم السويدي التي سيقود هذه المباراة يعني بعد هذا التقرير معنا الكابتن عادل عطيه عن ناقد الرياضي الكبير ونتحدث معه عن هذه المباراة ولكن بعد هذا التقرير عشاق الساحرة المستديرة ينتظرون بفارغ الصبر مباراة قمة من نوع خاص في نهاية كأس مصر لعام 2015 حيث تجرى الاستعدادات على قدم وصاق من جانب الفريقين للفوز بهذا اللقاء المهم الزمالك يمني نفسه بالفوز بالثنائية المحلية للمرة الثالثة في تاريخه وإيقاف سلسلة نتائجه السلبية أمام غرينه الأهلي في نهاية كأس مصر وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي جلس مع اللاعبين لدعمهم وتشجيعهم قبل مباراة القمة المرتقبة وطلبهم بالتركيز وعلى الجانب الآخر فريق النادي الأهلي يمتلك دوافع كبيرة لفوز بلقب كأس مصر في مواجهة الزمالك لسيما أنه يضم عناصر متميزة قادرة على تقديم عرض قوي والفوز باللقب الجهاز الفني يعمل جاهدا على الوصول باللعبين إلى أعلى درجات الجاهزية من النحية النفسية والفنية والبدنية مع الأخذ في الاعتبار رياب بعض العنصر المؤثرة عن تشكيلة الفريق الأحمر وفي النهاية وأيا كانت النتيجة لا بد للعب الفريقين أن يتمتع بالروح الرياضية والتعامل مع المباراة على أنها مكسب وخسارة حتى يعطل مثل والقدوة للأجيال القادمة وأن يخرج بالمباراة إلى بر الأمان وإزالة الاحتقان الموجود بين جماهير الفريقين حتى تعود الرياضة إلى سابق عهدها وأن تعود الجماهير إلى الملاعب إذن هي مباراة خارج التوقعات هل يسعى الزمالك لفك أن نحس أمام النادي الأهلي وكسر تلك العقدة أم سيرصخ النادي الأهلي عقدة مباراته أمام الزمالك الزمالك الأول الأهلي فاز على الزمالك في المباراة الماضية وهي آخر مباراة جمعة بينهم في الدوري 2-0 اللعب مؤمن زكريا ماذا سيفعل لعب أهد زمالك في المباراة اليوم؟ هل سيحتفظون بالكأس المرة الثالثة على التوالي وللمرة الثانية يجمعون بالصناعية المحلية؟ هذا ما سنتعرف عليه مع ناقد أرياضي الكبير الأستاذ عدل العطي أهلا بكم سيد عادل سبحانه سبحانه شايف اللقاء إزاي قبل المباراة؟ وله اللقاء سوخنا قبل مبدأ أساسا نخيل تصريحات زيارة زقرتها نخيل الشؤون الجامل اللي عملوا الأرصة لأهلي والتجاوزات اللي بيعملها بشكل مستمر ده اللي عاز أقوله قبل السبب في إلغاء التمرين نخلينا على مباراة مرد قوة قدم ورد ده يكسب ده يخسر ده رياض ده قوة قدم نازم احنا قبل كل مباراة ماش في شحن في الجزم في تسريحات نارية في تجاوزات سواء من نهة الزمالك أو من نهة الأهلي عشان ده كله بيأثر على الأداء في الملعب بيأثر على النفسية للعبين ما فيه شد أعصاب نحن نريد أن ننطش فيه وحر أداء عالية جدا الناس كلها في العالم العربي وفي أفريكا كلها أفضل أو أقوى ديربي في الشرق الأوسط فالناس متابعوا فنازم نحن نكون نحن ندي رسالة من خلال هذه المباراة أنها عندنا أمن قويس جدا عندنا قورة عالية جدا عندنا نجوم عندنا أداء عندنا مستوى مرتفع عندنا وحر أداء عالية كل دي رسال نبعاتها للخارج من خلال أن هم ديربي قوة قدم أوجلاسكو كورة قدم المصرية نتمنى كل دا يحصل نتمنى نكون اللعيبة على مستوى المسؤولية على مستوى هدوء كل واحد ينزل ملعب يمتع نفسه وهيمتع الناس كلها اللي بتتابعه نتمنى من المسؤولين الكبار سواء في الأهل أو زمالك يبدأ على مستوى المسؤولية يهد الأجواء يهد الأجواء دي مباراة كورة قدم يا جماعة دي مباراة كورة قدم مش مشكلة مين كسب مين خسر البوهد المبزول والعرق والإخلاص والطموح داخل الملعب ده شيء داخل مستوى الأخدر بجرد ما هو المواجد انتهى دايما هنشوف قربة كل واحد من صفحة التانى هارد لك مبروك وخلصة المقصة طيب ان كمان في حاجة تانى يا سمحمد انت دي مش أول لقاء انت هتلعب السوبر يوم 16 وبعد كمان الضعب وبعد كمان الضعب لو أهل يا ربنا وفاة وإزاي كمان وفاة في كفدرية يبقى عندك أربع لقاءات حاسمين في كل حاجة وقت صغير جدا فلازم الناس تتقبل اللي دي قوت قدم وولد أكسب أخسر دي 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 موضوع لازم احنا بفي سوابة نمشي عليها طيب قبل ما ندخل لي الأجواء الفنية وقبل ما نروح لي أرض الملعب والتشكيل ومين اللي غايب عن القلعة الحمراء ومن الغايب عن قلعة البيضاء حضرتك ذكرت الأمن يعني حسب معرفتي إن هناك تجديدات أمنية مكثفة بدأت في الساعات الأولى من الصباح في استاد بيترس بورت في التجمع الخامس لمنع دخول الجماهير ومنع زحف الألترس إلى الاستاد يعني احنا عارفين إن عدد قليل من الجماهير تقريباً خمسين فرد هو اللي هيحضر المباراة والأهل 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 هدد إنه ممكن ينسحب من المباراة إذا زاد عدد الجماهير نادي الزمالك عن خمسين يعني حضرتك شايف الأجواء الأمنية قبل بدء المباراة زي أنا شايف أجواء أمنية أجواء موظمة مرتبة يعني فعلاً لو كل أنا أعتقد لازم كل يلتزم يعني 25 من الأهل 25 من الزمالك زاد زاد المصورين الإعلاميين زاد في بعض الناس من شقة بعية زاد المواقبين كل ده محدد ومرتب صحيح وبشكل واضح جداً المعالم ما فيش أي خروج عن النص فيش أي تجاوزات اللي مش معاها التصريح أو الدعوة بتاعت المباراة أصلاً ما يروحش هناك الملعب أو ما يقتربش من حوالين الملعب بشكل واضح جداً عشان نحن مش نقصين أي تجاوزات أو أي أحداث أو أي صارات أو خسار تانية إن الأمن مش هيتهاول مع بالضبط محلة صعبة هلازم كل يساعد صحيح وما ينفعش فعلاً زي ما شوف اللي عملي كيف ماشي أول سبالك اللي هو في الدور الدوري أولاني كان فيه تعيون في الأستاذ أكثر من 3,000 واحد عدد كبير ماشيح جداً فلازم كل ما أنت تكون منتزم ومنضبط في كل قراراتك وفي تطبيق كمان وتنفيذ القرارة وتنفيذ القانون أعتقد كل هبه على الكل على كل السواق يعني كل هي منتاح طيب هل شايف حضرتك إن مجلس أدارة الأهل بالكامل هيحضر المباراة أعتقد أن مجلس أدارة النادي الزمالك بالكامل هيحضر المباراة أعتقد إن مجلس أدارة النادي الزمالك سيحضر فعلاً أعتقد المهدسين يمكن بس الوئيس ماجلس دة الآن تجاهلها من خارج البلاد ده أعتقد ممكن موجود لكن أعتقد مجلس سيكون ده موجود ده موجود من أضافة البعض طبعاً الدعوات اللي هم موجودها الكبر الشخصات هي ضافة في مصر زي طبعا الإعلاميين والصحفيين والمصورين يعني كل المنظومة كلها في الإطار اللي هو محدد حتى حتى المباراة طيب فنيا نبدأ بالنادي الزمالك يعني هو بطل الدوري هاركشاف المبارا فنيا زي؟ والله فنيا البتش ده بفهد تقيبا خيق التوقعات يعني لو تشوف مشاري الزمالك في الكاس في بعض المطبات وفي بعض الصعوبات في تجاوز الأدوار حتى آخر المباراة ده وسبوها محاصرة صعوبة جدا وحتى الأداء كان ضعيف وإدري حتى كان مباراة جدا فنيا نبدأ المستشار المرتدي منصور طلع بعد المباراة وقال إن التشكيل كان خاطئ يعني عدد كبير من اللعبة ما قدوش المباراة بالضبط كان المستشار طبعا ممكن تقول بقى إرهاق ممكن تقول متوالي المباراة بلعب كان في دوري والدوري ما لسه خالص وبعد كان في أفريقيا وبعد ككاس يعني متشات كلها متلحمة يمكن ده حصل بعد الهدوء في الأداء وبعد اليقرانات قل شوية وبعد الإصاوات وبعد الإجهاد دي كلها من المشارات الشكل المتتوالي لكن أعتقد المشارة ليه أهداف وليه وفع كتير جدا عندناه زياد بشكل خاص الزياد ماله فترة جميلة جدا سواء في الكاس بعد 6-50 سنة مكسبش الأهل في نائق كاس هذه فترة يعني النص قارنة تقريبا فترة جايب كبير جدا زياد حتى تاريخ رقائطهم في الأهل زياد فيه كاس بس مش عادل إن ده ممكن يمثل على اللعيبة قعب إنه أنتو لازم تكسبوا لازم تكسروا هيمامة النادي الأهلي في المباراة النهائية في كاس مصر لازم تعوضوا الإخراق في المباراة حيثة لازم دي لازم ولازم دي أما أنزم في المباراة لازم أكسب ولازم ولازم دي بتفتخد أعصالي وتفتخد تركيزي لأ أنا أنزم بغير تحية عند سخف لعائبتي النظميةك مش شيء معامل صفقات كيدة جدا سواء عنده سمات في التشليل في حرس المارنة ما شوفنا جمش علم السواء عالي جدا في الكاس ماشي كويس عنده سمات في خط الدفاع كوفي وعلي جابر وحازم وطلبة سمات وتجانس بشكل جيد عنده بس هو الاختلاف هيبقى حسب وجهة نظر ومدير فمي في رص ملعب أحمد تفهيد ده بشكل أساسي أعتقد مع صابة جويم صلاح ومحمد أوريه بخارج التشكيل ممكن يلعب بقى بطريق حامد ممكن أي من حفني وكله كان جاهز بشكل جميل يلعب معاه هو الارونام نهاردة الصف قريبا يعني قفني قريبا ربما يشارك لأن في ضغوط على المدير الفني كما قيل يعني على مواقع الانترنت انه هو لازم يشارك نحن مش عادل موضوع الضغوط ده موضوع لازم كل واحد الشغل يا سم حمد فيه شغله ربما يكون مخ يعني يعني انا اعتقد مفروض يعني مثل فينا مقداره كبير وعنده من الحنكة والدرائل يقدر يحط تشكيل الأنسب للمباراة اعتقد طريق حامد ممكن يعني خالي ياخد جزء مباراة عنده قدام كهربا ماشي بشكل كويس خاص صفقة نجحة بشكل كبير باسم مرسي ممكن بقى مصوفات هيخش ممكن احمد حسن ميكو يعني عنده بدايل يعني كل فريق خاصة الزمالك عنده بدايل ويلعبه ورجلون في الملعب وفيه تجاوز فيه هارموني من الفريق يلقص باس حتة الثقة والتركيز في الأداة مفيش توهان والضغط عم بنافس بشكل جيد وإحراز الأهداف بالقصف الفرص المباراة دي كل ما بيعندك الصبك بإحراز الأهداف وبعندك ثقة في أجواء بأعصاب نرتاح بعدك طبعا ومصدر الاجتماك يتواطن من المنافس طيب حضرتك شايف إن إبراهيم صلاح ومحمد إبراهيم غيابه من ناردة مش هيأثر بشكل كبير على تشكيلة نادي الزمالك لا هو بيوم صلاح هيأثر بيوم صلاح بقاله فترة ومديفندر عالي جدا 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 وفعنده مصوعة من صوعة في الخلف بيعمل ربط بين الدفاع والهجوم بشكل كبير لكن أعطاك الصفقات اللي عملها الزمالك زي بريمان الخالق زي عنده آمر حفني زي عنده طالق حامد من جانب أحمد توفيق ممكن يعواضه شوية أكيدا هيعواضه لأنه برضو الدوافع كتير زي ما ظهرت الأهلي دايما متفاقع الزمالك فعاوز هو أن الزمالك يخسر حدة يخسر القاعدة دي يخسر حدة العقدة اللي هتتترسخ عن اللعيبة الزمالك يبقى عنده برهبة أما يشوف اللعيبة الأهلي دي كلها نتمنى الدوافع دي تبقى في صالح فريق الزمالك طيب نروح فنيويا للنادي الأهلي في مدى الزمالك تقريبا مكتمل الصفوف معادة حسام غالي وتقريبا إفونا ربما حسام غالي مصاب ولي السليمان مصاب إفونا خالق التشكيل ثلاثة ورده من العواصر إفونا ده معده للصوف الجديد لكن السركز كله على حسام غالي بالضبط حسام غالي هو دايما في مشات الزمالك بمليء نخه المزاق خاص بمزاق علي قوي فمجوده دي برضه هتقصل لحد ما لكن زي ما زخمنا الزمالك الأهلي عنده إكرامي في الخلف عنده سعد سمير نجيب بسم علي حسين السيد ده خط الدفاع الدفاع عنده أحمد فتحي وحسام عشور اثنين الارتجاز شايف ان هو ممكن يمزل أحمد فتحي فيه خط الوسط ليعوض غيال حسام عشور يلعب بجانب حسام غالي حسام غالي يلعب بجوار حسام عشور اعتقد دي فكر بتاعلي الفكر الأقرب للتنفيذة اللي على عرض الواقع بالنسبة كابتن فتح بوك ينازل فتحي فتحي أصل سريع قوي الانتحانات برضو بيزيد في الناحية الهجومية كمان في المباراة الأخيرة الأخيرة أحرز هدف يعني رائع جدا في مواتش متروجيت بداي وجانب بقى المتقلق في فترة الأخيرة الساعد الواعد اللي هاعتقد بديه ربادان صبحي جمع عبدالله السعيد بوه من زكريا ممكن دعب بقى بفكر كابتن فتحي هلعب مهاجم واحد أو مهاجمين عنده أنتوي عنده عمر جمال وعنده مرة بتعب فعنده مدايل يعني كل فريق من الفريقين عندهم مدايل كتير جدا عندهم الدكة تقيلة انتعرف اي فريق عشان ياخد اي لقاء صعب بالضبط عشان يدري يا ارتاحية عبدالي الفني اي تقاعص اي اخفخات اي سوق حظ من اي اللي بالعمل في التشكل الاساسي يبقى عنده مدايل سريعة وفكري سريعة حضرتك شايف ان ممكن يكون لعبة الاهل تنزل النهاردة بقى عصاب مرتاحة شوية وعصاب هادية وده ممكن يأثر عليهم طبعا الهدوء مطلوب والتركيز مطلوب لكن الافراط في الهدوء والافراط في الثقة يقل بالعكس انت دوء نازل او صحيح انت دائما ليدر عام زمانك وبتكسب وبتتفوق لكن برضو المنافس مش سهل عاوز برضو يتفوق وعاوز اعمل ريكورد عاوز يكسب وعاوز يخسر اي القواعد كلها وعنده دوافع طبعا اذا انت عمد تلعب بشكل جيد بشكل جاد في جهد مع عرق في عمل في اخلاص في طموح في تركيز في ضغط عمنافس في انتشار بشكل جيد في وعي خطتي من العينين من داخل الوس الملعب وانتخل من الوراة في فتح الابنام في استغلال الفرص في عرضيات في كرصات دو كلها لازم انا اعملها كناد الاهلي عشان اكسب من وراه ربا اكمل السلسلة اللي بعملها انا على طول بشكل عالي على الزمية الكعبة على زمية لازم الكلام ده يترجم على ارض الواقع يبقى فعلا فيه تركيز الدفاع مباش فيه اخطاء فيه تمركز جيد فيه تغطية جيدة فيه ضغط على منافس من النص الاولي اللي ملعب دي كلها افكار وشغل تكتيكي بشكل بحث من قبل كابتن فتح موك بالاضافة طبعا فتح موك الجدد دي السقة اللي مسلم اكدر تاني جديد فبرضه عاوز يثبت لنافسه حتى والجمهير النادي ومجلس ادارة ما هو اهل هذه السقة بحيث ان هو اعمل موات ماتش على اعلى من المستوى ويقدي الكلاس هنية لجمهير النادي الاهلي نفس المنوال ونفس حدوثة ننتقل لنادي الزمالك مثل فيه برضو فيه برضو بعض المنواشات مع رئيس المجلس النادي الزمالك وبعد الشاحن والشد والجاز ما كان فيه قاعدة صلح بينهم بعد ما اش اسموها التدخل اللي هو بشكل غير مرغوف فيه للتشكيل وهو احط كذا وعمل كذا ده مل المحترف ابتوقعاتي ان فريرة هيكون في موقف سيء لو خسر المباراة وخسر الكاس مصر النهاردة واعتقد ان هو هيكون موقفه على شافة حفرة من النار اقول لك هبقى مفاجأة للناس كلها ده رأي شخصي واعتقد ده هيكون اعلى بسواب من وجهة نظر انا شخصية مثل فيه مش على حفة حفرة اعتقد ان ايام معدودة في الزمالك سواء كسب بالزبط لو كسب الاهل النهاردة وخد بطورة هبقى خد بطلتين واعتقد كده هيبقى عمل انجاز متعملش الزمال من فترة جبيرة جدا وكسب الاهل وكسب مصر وخد الدور بعد احتاج عسامة اعتقد هينشي لان هو شايف الامور ده خدا فيه نفق مصلم وفيه مشاهدات ومهاطرات ودور المحترف ولو خسر اعتقد ان هو هم اللي هيماشوا فهو كده ولا كده ماشي يا فراغ اللي هو شخصية كده اقالة او استقالة او استقالة بالزبط ليه اتعرف الاجواء السنة نازم انا بديل فني انا جاي بديل فني بديله رقم من دورات كتير جدا ولهاز ومشغل شغله وعمل شغله كويس انا بيكون شوية اضنرس عليه ليه ما شجعوش ليه ما دعموش ليه ما يزلوش ليه افضل ان تاخدوا وياخدش في التشغيل وليه اعمل كذا وعمل كذا طبعا 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 اعتقد ان هو ده السبب الحقيقي ليه مش يمشي التلوس اللي بياخدها ولا بدول لا هو صال الحقيقي ده طبعا طيب اخيرا علشان بس وقتنا كابتن عادل انت كنقد رياده وكمشجع ايضا وكمواطن بتتفرج على المباراة اما بتتفرج على المباراة وشايف ان فرقة اعلى من فرقة بتحس ان مين المدرب اللي ممكن يغير الفكر في الملعب وممكن يغير التكتيك وممكن يرجع للمباراة اكتر هل الوطني فاتح مبروك امل اجنبي فريرة الوطني فاتح مبروك فاتح مبروك عنده من الفكر والوعي والتفتير والتكتيك والحنكة التدريبية عالية جدا نصر فريرة بشوف فاتح الاخيرية كلها بيلعب معندوش جرقة معندوش عارف مغامرات معندوش حتة دي بيلعب بشكل كبير جدا وبعد بيعتمد على الهيئات المرتدة بسم مرسي جبله هدف كهرامي جبله هدف ويرجع يدافع تاني بيعندو تحفزات في طريقة لعبه دي كلها مش بتأدي للمطلوب فهدي الفرقة من الفتح مبروك اخيرا قبل مقفل حركتها توقع الاهلا امي زمالك اللي هكون اجهز هكون اهدع عصابا ويكون عنده ثقة وعنده توفيق اعتقد هيكون اقرب لي حسب اللقاء النهور نتمنى يكون بس نتمنى ان شاء الله اما بالنسبة لي فتوقعاتي فاخفيها على حضراتكم واتمنى انها تتحقق الليلة مباراة كمة بين الاهلا وزمالك في نهاية جاس مصر الليلة في الساعة السابعة من مساء اليوم وبتوقيت القاهرة في استهد بيتروسبورد شكرا لحضراتكم دمتم في امان الله